يا بلا بأس يهي مثل اللا قدمت يا نوال بي جات والله بقيت شبه الباني قدمين اللي بجات دي يا بيت هاهاها لسا لسه أديك فالث منك أقول ساني هيروحبين يعني قولي لي يا بيتة روحتي فين واجت منين أسألش علي يا ليه يا واطية انت يا واطية مشاغل والله يا خالتي قمال فين سوكة عاوز سوكة في إيه يا أختي وإنت في الحالة اللي إنت فيها دي وبعدين مشاغل إيه يا بيتك روحتي فين واجت منين ومن قلائك ومن لبيتك يا غير حقولك على كل حاجة بس دلوقتي عايزة سوكة عشان جاباله شغلان النمى إيه لوز ود ياسوكا يا ولا ياسوكا يا ولا هيه يما فيه يما سرعتيني تعال يا ولا تحال مش دي القبلي نوال اه يواي دي القبلي نوال جايبه لك شغلانة لوز يا ولا طب ألف واجيلك يا قبلي نوال ولا قلنك حاجة لطي يا ولا ألف ليه انت تشكيه عالشغلانة كده لكن الاتفاقات كلها معي أنا الفلوس والحاجات ده عشان أنا ومديرتي الأعمال دلوقتي الحمدلله عالسلامة قبلي نوال الله يسلمك ياسوك بص بقى أنا دلوقتي شغالة في الكباريه اللي شغال فيه كبدكي وتعون والراجل مدير الصالة سمع الغنوة بتاعتك ومتكيف قوي وعايزك تيجي تشتغل عنده آه بس تعون ده سبلت الباشر كان عايز يقفلك فيها لولايا أنا سليكتهالة ايه سليكتهاله مش الكباريه ده يا بيت اللي بقى فيه المليطة كلها لا والله قصيرة يا نوال لا يما كباريه مطرب زي صاعدة اشتغل فين في الحديقة اليابانية ايوا يما كباريه المهم يا سوكا لما تيجي تحرس منه ومن اللي اسمه كبدكي ده كمان آه يا خويا احنا دلوقتي خرجنا برا المنطقة يعني انت عارف المصريين مع بعض في الغربة بيعملوا ايه هاي يا أختي طب هو وهيشتغل مطرب ومغني في الكباريه وانت ان شاء الله هتشتغلي ايه يا حبيبتي فتاحة ودي هتفتح ايدي انا هقولك بقى يا ام مش انت بتندع الراجل أبو فاوزي يا ابو فاوزي افتحلي حاجة ساعة اه قبل نوال بقى جابت تلاجة حاجة ساعة في هناك في الكازنو وكل اللي عاد يما تفتح له حاجة ساعة تفتح له حاجة ساعة تفتح في راسك طاقة انت ويا في ساعة واحدة المهم يا سوكا ان شاء الله لما تروح وتشتغل وتتنجم تبقى بقى اتعوض لي الخدمة دي وتنطقني معاه تمريني قبل نوال بس ازاي يعني؟ افهمك البنات صنفين في الكباري الفتاحة درجة تانية في الفلوس والمعاملة وكله اما الرقاصة درجة اولى اه وانت بقى ياختي عاوزة تترقل تبي ايه فتحة كوالين ولا خزن ولا رقاصة افهمك انا يا خالتي مانا طول مانا برا كان على رقابتي عامل حاجة زي كده لكن مادام كده كده جوه المخروبة يبقى خربها احسن الو ايوة صباح الخير انا كنت بطسل بخصوص الاعلاني ايوة وظيفة السكرتيرا التنفيذية نعم يا فانتن اه طيب معلش شكرا بتتكلمي فيه ياختي قومي خشي شوف امك بقى انها بتطلع في الروح ايه ايه نهرب يد ماما ماما حنيينة اوي ياختي ايه كل ده مش سامعة سنوك جاتي وانتي مش سامعة ليه بقى وقق على ودنك وانتي صغيرة اه لا 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 جبت يا منيدي يا باك واحدة زبونة قالت هالي عندي في المحل فعجبتني حلوة صح اه حلوة يوة ما تصبر اللي علباء يا دنيا طارت هيمة كفار يا كبداك يا مساء الفل ايه رايح فين احنا هنا لوحدين ما انا عارف يوة مرسي اللي زي سوكة ده لما يمشي مع واحدة بيحكي لها على كل حاجة تاني يوم مصر كلها تعب أنا يا أستاذ إبراهيم الصراحة مش عارف أشكرك إزاي شكراً على إيه بس يا ستة هاني والله أنا من ساعة ما شفتك وقلت إن أنت هاني بيبان بيبان لو أنت خبرة أقوفي لهاني ميوان بقول لك إيه يلا حبيب عاش تلحق يومك سكتك خاضر يلا لسه العرض ما أخلصش عرض يعني إيه فيه ديما الجنية ما تخلص كبداكي واتوق اللي في بق هو مش الظابط علاء محتاس وداير يقبض على نص المنطقة ومش عارف مين وراء موضوع المحل آه المعلم سلوما هو اللي زائق العيالي سلوكة؟ سلوكة إيه؟ اسمه سلوما حاجة غريبة جداً وإنت عرفت إزاي؟ مصادر الخاصة وبقولي للباشا بتاعي الكبداكي بيقولك يا أبو ضبورة ونصر وكاب المعلامة مش عاوزة كتاب سلام سلوكة سلوكة إيه؟ سلوكة هو أنت مالك فرحانة قوي كده ليه؟ يوه عشان تلعصي عمل نبو ضبورة بتاع ايه ده؟ مش معقول ألو متسلب نفسك أقولك أنا مش عارفة أمسك النهاردة عيد الحب كل سنة وانت طيبة وهابي فالانتين وهابي يونئير وحشاني قبل هجر بطل بكش يا سكة واسمعني كويس الحاجة انت صار محجوزة هنا في المستشفى وفصيلة دمها مش لقينها في بنك الدم يا نهارب يا دياسات الرب هي فصلتها نفس فصيلة دم إبراهيم صاحبك أيوه أنا فكريها كويس قوي من يوم ما جاي يعمل عملية عندنا وكنا مبسطين جداً إحنا لقينا فصيلة الدم بتاعته طيب هو بعدين؟ عشان خطر يا سوك خليجي اتبرع لها بالدم الست حالتها خطر قوي مسافة السكة وهاجيني ايه؟ في ايه؟ في ايه يا لأ؟ هي الحكومة جنانة ولا ايه؟ هو في ايه يا لأ؟ تبينك جنانة؟ يا كبداكي يا كبداكي في ايه؟ في ايه يا سوك؟ في ايه يا حدي صحي حدي كده؟ اخفى من وشي بدأ معورك وربانا يا عم بقولك ايه؟ دي حالة إنسانية يا عم حالة إنسانية؟ أنا اللي حالة إنسانية؟ يا غدع ست انتصار دي ستة طيبة وغلبانة ومالغاش اي حد وانت هتنجز حياتها؟ اتهتل يا سوكة؟ دم إيه اللي هروح اتبرع بي؟ وانا عند أهل دمة أصلا سبنا نمى سوكة بقولك ايه؟ ما انت لما روحتش ستة انتصار هتموت انتصار؟ انتصار مين يعني؟ ما تموت ولا تاولى؟ عايزة نم سعتنا بلما روح الشغل بقولك يا صاحبي عشان خطري الخدمة دي ليه والله العظيم ما هنسألك قوم بقى هكيبدك عشان خطري طيب يا سوكة هقوم هقوم قال يعني انا لو ما قومتش انت هتسبني نايم ما انت طالع زنان لأمك؟ الله سامحك انا مش اكلمك عشان خطو ستة انتصار تحت اقولي انا هنال خلاص معلاش معلاش وناب يلا هو مصحبي يلا هو كيبدك ايه كيبدك ايه سدقنا يا سعدة الباشا انا ماليش دعوة بحرق محل ستة جمالات وحلقوا ليه عدم المؤخذة هو انا اغاوي عزية الناس هاتلي العالي وقفة برا يا سعدة الباشا هسعدت الباشا انا عاوف انك قارش ملحيتي عشان كنت عاوز اتجاوز ستة جمالات لكن خلاص صرفت نظر خلاص بقى نعفو السماح يا حكومة تا لو فتحت بقى ابتاني من غير ما اقولك انا حقطعلك لسانك مين انا دفعلكو يا ابن انت وهو المعنى مسلومة باشا قلنا نفع من الخليج ودفع لكل واحد من الجنيه وقال لنا هايسكوا في اصلاحها وخدنا بعد نص الليل وردنا محل مقفول وقال لنا يولع السوق انتو تعرفوا سلومه قبل كده؟ ايوا با احنا شغالين شغالين في المبح وبنحمله اللحمة اللي بياخدها وقال لنا ان هو عايز يتجاوز الستة اللي في المحل دي ومحدش يقزيها او بس عايز يعرفها ويفاهمها انها لازمة يبقى معها رابطة خد العيال دول برا او باشا يا باشا انا معرفش العيال الصيعة دولة يا سعدت الباشا اه دي دي القضية متلافقاني انا مش هتكلم ان قدام المحامي بتاعي وانت عندك محامي بقى ان شاء الله لا بس مش هتكلم ان قدام المحامي بتاعي حقي اه مصر اه مصر اه مصر دي بنت ست انتصار لسه رجع من برا مصر هو ده بقى ابراهيم مساء الخير انا مش عارفة اشكر حديدك ازاي يا سيد ابراهيم مرسيه بجد اه تشكرين علي ده يا سف انتصار بيغالية علينا بعدين بقى بعدين الكلام ده يلا يا ناجوين يلا 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 ياسوك يلا يا ابراهيم يلا يلا به bumpedر مثلا تعتني ان اه يلا